السلام عليكم من اليوم ان شاء الله سوف نقدم لكم حوتا اللي معمرها بحشوة هائلة من اليد ديال امتاها كجي رائعة وبصير نجاح ديالها بالنسبة للمقادة اللي سوف نحتاجوا حوتا تكون كبيرة غدي نقيوها ونغسلوها مزيان وغدي نحيدو لها العين ديالا هنحتاجوا كيلو ديال البطاطا غدي نقيوه وغدي نقطعو دباور ونسلقوه 200-200 جرام ديال البرميسيل اللي غدي نسلقوها وغدي نقطعوها ورابعة ديال زيتون خضر في شوية ديال الهريسة وجوج دروس ديال التومة ماتاي جوجو ماتاي شات فلفلة خضراء فلفلة حمرة اللي بشي سوعيز الماتاي شا صغيرة عصر ديال حمضة دوستة معلقة كبيرة ديال تحميره معلقة كبيرة ديال لبزار معلقة كبيرة ديال كامون وكذلك ديال ملحة جوج معلقة ديال قصبر المعنوس وصوص ديال الماتاي شا جوج ماتاي شاج غدي نحكوهم وغدي نديروهم فوق البطا مع شوية البزار و شوية الملحة و شوية زيت العود و الثومة و غادي نشحرهم زيان مع كاز ديال الماء هذا وسر نجاح ديال الحوتة نجوج مع القبار ديال زيت زيتون و الزيتون حمر أول حاجة غادي ناخدوه هي فئيناء ندير والقزبر مع الدنوس والعطرية غادي نزيدو عليهم العصر ديال الحامضة و غادي نخلطوهم زيان ناخدو البرميسال و الزيتون نديروهم في التبصل و غادي نخلطوهم زيان حتى سيتجانز هديك البرميسال مع الزيتون و كيف قلت لكم قبل بإن الزيتون رافيه جوجد روز ديال الثومة و شوية ديال الهريسة ناخدو نص ديال الخالات اللي خلطنا و غادي ننخلطوه مع البرميسال و الزيتون مزيان ناخدو الحوتة و غادي ندهنوها بالخالات اللي خلطنا ديال العطرية و القزبر و المعدنوس و عصير حامضة ندهنو الحوتة مزيان من الخارج باش هكذا تشرب لينا هديك الحشوة و نعمروها بالحشوة اللي صيبنا زيتون الفرميسال و خلط الأول نجمعوها بلي كوردن نجمعوها بالعود ديال السنال ما نجمعوهاش بالخيط يعني نجمعوها غير بهاد العويدات فقط هكا غادي ناخدو اللطن اللي هدخو الفررن غادي ندرو فيها لاصوس دومات اللي صيبنا و غادي نبدو نستفو فيها للخضراء و غادي ندرو فوقها الحوتة و رشو عليها زيت زيتون جوج معا القبار ديال زيت زيتون دخلوها الفرران على درجة متوسطة اشتركوا في القناة موسيقى هذا هو الطبق النهائي كنت من الحوتتنا لإعجاب ديالكم لا تنساوش دعمونا بلي لايك وتابوناو في العباش شكرا هناك اشتركوا في القناة في القناة درجة weights اشتركوا في القناة